اشتركوا في القناة على منطقة الليث ننتقل الآن إلى صور الأقمى الصناعية ومنتقى خلال ساعات صباحة اليوم والتي توضح خلو عموم مناطق المملكة من الغيوم باستثناء بعض الغيوم العالية في جنوب المملكة هي عبارة عن بقاء لغيوم ركامية مرافقة للحالة المدارية المتمركزة حالياً في شمال غرب الهند وجنوب باكستان ولكن تشير التوقعات إلى انعدام أو ضعف فرص تأثر سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية بتأثيرات مباشرة لهذه الحالة باستثناء بعض الغيوم العالية وبعض زخات الأمطار الخفيفة المتوقعة أن تهطر على سواحل شرق عمان وأيضاً حالة من عدم استقرار الجوي فوق جبال الحجر العمانية ننتقل الآن إلى خراءة توزيع درجات الحرارة وخراءة توزيع الكتلة الهوائية والتي تريد توضح استمرارة مركز كتلة هوائية شديدة الحرارة في المنطقة الشرقية والوسطى والجنوبية من المملكة وبالتالي تقصحار بشكل لافت مرهق في تلك المناطق بينما تكون درجات الحرارة أقل في المنطقة الشمالية وأيضاً في المرتفعات الجنوبية الغربية ننتقل الآن إلى خراءة حبات الرياح المتوقعة خلال عطلة نهاية الأسبوع أي خلال يومي الجمعة والسبت نركز هنا في منطقة الليف حيث يستمر هبوب الرياح الشمالية الغربية بشكل يومي خلال ساعة الظهيرة والعصر على منطقة الليف تعمل على إثارة الأتربة والغبار وتدني الرأي الأفقية أما بالنسبة لتوقعات الجوية للعاصمة الرياح خلال هذه الليلة حيث تتفرق بعض الغيوم مع 31 درجة مئوية أما بالنسبة للأيام القادمة تحدينا في العطلة نهاية الأسبوع وحتى يوم الأحد تسجل العاصمة الرياح كحرارة عظم 44 درجة مئوية أما الصغرى تكون بين 31 و 32 درجة مئوية مع تفرق بعض الغيوم أما يوم الأحد 43 درجة مئوية مع غبار خفيف أما ليلا تقص غائم جزئيما 31 درجة مئوية نختم نشرتنا بهذا الفيديو حيث تسبب إعصار الذي ضرب جنوب البرازيل بداية الأسبوع بوفا 12 شخص والذي ترافق حيث ترافق الإعصار أيضا برياح قوية وعواصف ألحقت دمارا في العدل من المطن البرازيل إلى هنا تنتهي نشرتنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى